كسر بيطتي أبطال إفريقيا شباب الوجداد يسيطر على الأهل المصري بالطول والعرض بأداء رائع ورقي وربما مباراة الأهل المصري لشباب الوجداد ستكون مباراة معيارية لباكيطا ولأشباله ولمحبه ولإدارة شباب الوجداد مباراة معيارية من خلالها يتم بناء الطموحات عليها بناء اللاب عليها لمواجهة كبار القارة الصمراء عندما شهدنا شباب الوجداد ضد الأهل المصري شعرنا بالفعل بأن شباب الوجداد اكتسب الخبرة والتجربة في ثلث سنوات الأخيرة عندما شهدنا شباب الوجداد في هذه المباراة تأكدنا بالفعل بأن شباب الوجداد بإمكانه أن يقارع الكبار بكبرياء وبشخصية قوية لم تظهر في النسخة الماضية وفي النسخة من قبل الماضية لذلك هذه المباراة بالفعل كانت مباراة معيارية بامتياز كبير رغم التعادل السلبي صفر مقابل صفر نستمع لتصليحات من بعد المباراة تبدأ للتحنقاش مع ضيوف هذا العدد مقابل صفر في المنزل في المنزل. ويأتي في المنزل. لأنهم لا يكونون أخوة. لأييه مهمة. أعتقد أنهم مهمون أيضا. لأنهم يساعدوننا. إنهم يجب أن يتعلمون معا. هذا هو مجرد التواصل. مع جميع رائعة الشبابين المنطقة حدث يجب في المنطقة وفضل الحرب لديه جيد جميعا ومن الجميع كذلك، سعيد بأداء لعبتانا لقد كانت مبارا سعبا هناك من كل الفريقين أعتقد كان عندنا بعض المشاكل في إيجاد الرتم بتاعنا لأننا متوقفين عن اللعب الرسمي بأن حوالي 6 أسابيع اللعبة الدولية أو اللعبة المنتخبات جاءت الفريق متأخر حتى لم نقم بأي مباريات حتى ودية مع اللعبة الدولية وبالتالي ده أثر علينا وعلى شكل الفريق في المقابل شباب بولزداد بيلعب في المنافسات الدوري بيقدر عنده رتمة أكتر وده بين النهاردة أنهما كانوا فريق قوي جدا فريق يستحق الاحترام وكان أداءهم جيد جدا محمد ميوبيس تماما لتصريحة مع بعض المباراة سنتحدث عن ماركوس باكيطا والتغييرات التي لم يقم بها إلى غاية الوقت بدل هذه التغييرات الغير المفهومة لكن من جانب نقد بالناء موضوعي مع التقنيين مع أهل الكرة حتى نخترم أنفسنا أنا أقول هذه المباراة ضد الأهل المصري هي مباراة ستكون معيارية لأول مرة أشاهد شاب برجات في كسرة بيطة أبطال إفريقيا يلعب بيشخصية يلعب بيروح تحس فريق يقدر يقارع الفراق الكبيرة رغم التأدول السربيل سفر مقابل سفر تعليقك نلغى الاحترام لشباب بلوز ديت ومقابلة اللي أدوها أدو مقابلة كبيرة ولكن معظم المدربين الجزائريين معظمهم من هم الشيخ ربع سعدان لليبوك يقول لك أكبر والفترة اللي وعرة أصعب فترة اللي وعرة هي الخروج من الصيف والدخول في البطولة خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني اليوم الفريق الخصم المصري هل شاهدنا أنه فريق ضعيف؟ لا هل شاهدنا أنه فريق ما كانش واقف؟ لا هل شاهدنا ما عدا في الربع ساعة الأخيرة بعض اللاعبين يخرجوا لنهاره بدنين خمسين يوم بدون مقابلة رسمية لمن؟ للفريق الأهلي غياب أكثر من ثم اللاعبين بالنسبة للأهلي هنا تعرف قيمة وقوة الكرة المصرية والفريق الأهلي وتكوينه غابوا إيغاباً 8 أو 12 اللاعب وتأدي مقابلة مثل هذا وتأدي 0-0 أنا نظن باللي مقابلة معيارية بالنسبة للعمل المصري أما بالنسبة للفريق الجزائري ضيعنا نقطتين يبقى رأي ميهوبي تقني نحترم هذا الرأي ولكن بكل صراحة هل يوم نقزم من أهداة شاب أجداد عندما يقول لك غياب بعد اللاعب الأساسين ولكن العملاق يبقى عملاق الأهلي ما عندوش لعب احتياطي ما عندوش لعب أساسي سيمو حمد ميهوبي وأيضا شاهدنا لمسا أنه الأهلي في الشوط أول لم يصل إلى منطقة شاب أجداد حتى يقعد 60 يوم بدون مباراة رسمية هل نقول هذا المباراة سامير أنه الشباب تعطر أم أدام مباراة كبيرة أم هي بالفعل مباراة معيارية أنا نظن مع احترام الاسم الأهلي يعني ليزابسونس ما هوش مبرر يعني باش نقولوا أنا كنت حقق أشبينك بين بو حمدين سيربي سيربي أنا ما فرحتش بالنيل فرنش ما فرحناش بالنيل فرحنا بالآداء بالآداء لما فرحت بتعادل بالآداء بالآداء كمبيتيسيون أفريكان كان قادر شفنا بالشباب كان قادر يعني كان قادر يكونكريتزي باريون فيكتوار ولو أن الآداء عموما كان مليح شفنا بالاستحواذ كبير على الكورة ضغط بكو دوكازيون ولكن يعني لا فينيسيو ما كانتش رغم هذا نقوله الفاريخ سيربي أدى مقابل مليح ولكن الخبرة اللي عنده في الربع سنين لأخر هذه كمال يلفو باشوا كنتون تي باش نفرحو بأنه في تزاير كنتر الأهل المصري ونا في الموين دو قاني لما تشغل دوك إلفالي لغاني ما نقوله على العموم كان يعني كانت مقابل مليح ولو أنا شخصيا ما كنتش فرحان يعني بالنتيجة صراحة أنا مونير أنا لم أقول بأننا فرحنا بتعادل ضد أهل المصري أنا قلت الأهداء كان رائع أنا مدرب نوضح خطة وندخل لعيبين وما أحصل مني في هذا الرد لوصل لمنطقة الخصم في 15 في 20 مرات ونضيع 5-6 أهدف محققة للتسجيل أنا كمدرب هنا قمت بالعمل وكرة القدم في بعض المرات ما تنصفكش سامير يقول لك أنا فرحنا بالأداء نحن فرحنا بالأداء الرائع حسينا فريق كانت عنده شخصية فقردية الميدان هذا يبقى تساؤلات وانتم منحقوا بالإجابة وانا واش عندي باش ننظيف على واش قال محمد واش قال سامير محمد نقش قالك 60 يوم ما لعبوش 50 يوم ما لعبوش الأهلي صحيح بنجومه كلمة جوش لكن شباب الوزداد تعادل مع النادي الأهلي في الإسكندارية لا يمكنك يفوز على شباب الوزداد هذا يقود ناري القول باللي أن هذا الفريق يكتسب شخصية لن يجب أن نذهب لنذهب إلى الدور ربع نهائي فالتشكيلة الحالية تعالي شباب الوزداد قادرة تذهب أبعد من الدور ربع نهائي فريق ولا عنده شخصية عنده لعبين دوليين أنا نظن باللي كان يخص هدف برك في لقاء التعافي خص هدف لقان كان يغير مجرايات مجرايات هذه الليقة محمد أنا فهمت وش حبي يقول كنا قادرين نربحوا الليقة هذا شباب الوزداد كان قادر سيطر بالطول بالعرض كان قادر يربح هنا يغيضوا النقطتين يراحوا خدس النقطتين إن شاء الله ما نندموش عليهم برك هذا مكر كمال أنا كيقولت نفرحوا بالنتيجة ما شاليك انت أنا شفت أفلافين دي ماتش كمسيك سياربي فرحانين باللونيول أنا شفت رأيكشون كمال أنا فرحاني بالأداء أنا وش المسك نعم ميججز سياربي فرحاني بالأداء حتى جمهور شاب وزداد تصفق عليهم في نيات المباراة أنا مقدموا مالدة عليهم جز سياربي تساؤلات فقط تساؤلات نعم كيود الأدام رح صحيح وتزيد نتيجة ما تكملش سيلا وينتش يلا دي سيبش تغيدك نحب نرجع كل ملموني ردوك يفو لسياربي يفو بونسي جران أنا كون دي جات في النمت يفو جوي لتيتر نبقاش دوك كل عام نبقاش 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 نطلعب بالينا اليوم كار دو الغدو الغدو لسياربي آلي مو يعني عندما تشكيلة في قادرة تجيب إمكانة البشرية وحتى المدية وحتى الوشتكية يعني بوكو بيس اللي بدعب بعيدا يعني اللي فكتيف إريش باش تتلعب الوبجيكتيف لكوبدافريك هزيش حبيت نقول لك تكلمت على التغييرات عني جا التغيير الغير مفهوم تعماركوس باكيتا محمد بيهوبي أنه هدك التغييري كلما الفريق تحكم الفائز باش تكسر ريتم المنافس أنك تدخل باكير و جالوا على مقاضن أو سماكي أو جالوا في الوقت تبادل ضائع ما جدوى ذلك التغيير هده السؤال يطرحته على نفسك هذا قلت لك في الأول أن فريق المصري فريق متكون وفريق اللي عنده الإكسبرينوس حتى هو ما لعبش حتى هو ما لعبش اللجوم بتاعه هنا تفهم باللي أنه المدرب الخصم دار خطة وين خليك توصل خليك توصل امتسك امتسك بساكن يقدر هو ججل عليك بلقطة أو لقطة حتى وعنا ضيانا أكتر من سبع أهداف أو خمس أهداف حتى هو الحال يستحهم خرج خمس أهداف حقيقية ولكن تسير المقابلة من طرف الطاقم الفني الأهلاوي وين عرف كيفاش يخليك في هدك الجو نيغاتيف ما قلت يعني عندك الكرة وتوصل وتخرج كرة وتوصل وتوصل للبوكس ولكن ما تسجلش هذه الأشياء اللي لازم نتعلموها من هالجانب صح مونير قال لك قال لك تقول تعادل لأنهم ما لعبوش خمسين يوم قال لك مونير في السكندرية تعادلو أيضا بالتشكيل الأساسي الأهلي ما ننقش من قيمة شباب وردان من عيتون ناتيجة إيجابية ماليش شفت مقابلة وش جاوبه ماليش أنا شفت مقابلة قدينا مقابلة رجولية ودفاعية وإن دفعنا أكثر من هاجمنا وإن الأهلي ضيع أهداف عققية ومبولحي كان في لقاء كبير ده اللقاء كبير مبولحي يعني في الداب مبولحي وفي العودة للحارس الأهلوي شوفنا 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 حارسين في المقابلتين اليوم نتكلم لك على لو كان العكس عنا ملعبناش خمسين يوم هل يكون لدينا نفس الإمكانيات بشروعوا ندفعوا كما دفعوا الأهلي هذا تتكلم هذا سؤال ماليش هذا سؤال جاوبك أنا ونو ما عنديش حق مني نجاوب لا لا ما عنديش حق نجاوب ولكن منعي قباعة المنشط منعي قباعة المنشط أنا أقول لك الأهلي لماذا هو أملاق اليوم لماذا هو أملاق لأن الأهلي عنده خبرة عنده تجربة عنده شخصية أفريقية يعرف كيف يتعامل مع مثل هكذا ظروف هاي التجربة لنتكلموا لها لابد أن تستمر لعينا دي من نواتي الجزيرة سبعوا فضل وش نعيب على شباب بالوزد اللي دار مقابلة كبيرة ماذا بي نشوف في المستوى كمان ماذا المقابلة اللي أدىها لازم يبقى يأدي نفس المستوى سيصالك لازم تنقص طابل في المستوى أو تزيد تطلع ماشي تدير مقابلة فنقم من بعد نشوفك مقابلة لازم تبقى لازم يبقى صطابل أو يزيد يتحسن ونعاون لك التغييرات كمان اللي شانجمون دانان ترينار احنا نتقمس اللي شانجمون دانان ترينار اللي صون نيسيسر مي با أوبليقاتوار ولكن احنا كنشوف المقابلة ولازم نربح المقابلة كنا تمانين تغييرات هجومية قبل المفاوت يعني في العشرين خمسة وعشرين دقيقة لاخرى ثلاثين دقيقة لاخرى سي تريد فريمان غاني لاماتش مي هو على شغل التغييرات يسون ناسيسر مي با أوبليقاتوار على ماشي متحتم لازم تدير لليشانجمون دانان لانترينر هو يعرف الهدف بتاتر هو فراسو اماتش نيل لارانش دانك يفولي با شامبولي لليكيب مونير بن قاسي أردت أن توقف عند نقطة منذ أسابيع أو منذ أشهر وأنا ألاحظ هذه النقطة السلبية وليست بالإيجابية دوري كمنشط وكألامي رياضي أن أساهمها في خلق المحبة بين الجماهير الرياضية الجزائرية يوم شباب الوزداد هو نادي يمثل الجزائر ولا يمثل معاقل شباب الوزداد اتحاد الجزائر غدا في كاسي الكاف هو يمثل الجزائر ولا يمثل معاقل اتحاد الجزائر ليوم شهدنا المدرجات ما فيش أنصار نوادي الجزائرية هذا من جهة عندما يكون تعطر أو هزيمة تنبر أو تنمر عفوا عبر مواقع التواصل الاجتماعية وكأن الأمر لا يتعلق بنادي جزائري يمثل ألوان الوطن ويمثل عالم الوطني قبل أن يمثل كيان نادي البنوزداد اليوم هذه النقطة لابد أن ندق نقوص الخطر فيها لأن التنمر أو ربما الشحنة الزائدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البطولة نقول أمر عادي وليس أمر صحي ولكن أن يصل الأمر اليوم نادي جزائري يمثل الجزائر باسم الشهيد هو محمد بنوزداد في منافسة قرية هي الأعلى والأغلى فهذا أمر مرفوض من الجماعة الجزائرية أتذكر شبيبة القبائل في فترة التبانينة حتى التسعينات عندما كانت التصلي النهائي كل الأعلام الجزائرية كانت حاضرة في مدرجات ملعب خمسة جويريا إلى هذه الأجواء الرائعة إلى هذه الصور الرائعة التي صنعها أنصار شباب بلوزداد لكانوا رياضيين إلى أبعى الدرجة وصنعوا الفرجة والمتعة بألواح رائعة وبأعلام شباب بلوزداد في صورة كانت رائعة بملعب خمسة جويريا وسفقوا أيضا للعناصر البلوزدادية بعد نهاية المباراة لابد أن يتوقف هذا التنمر لأننا أبناء الوطن الواحد والكل يتربص بنا من خلال هذه اللعبة لعبة كرة القدم هنا لابد أن نكون حادرين يا مونير بن قاسي نشوفها أمر عادي ولكن هي ليست بالعادي للمتربسين بهذا البلد لا أشوف هذه والله أغير لأسف الحقنا لواحد الدرجة وين خرجنا قاع الإطار الرياضي خاصة مع هذا الجيل الجديد تع المناصرين تغيروا عقلية كرة القدم كلمة تروح رياضية نحاوها من القاموس شوفينيزم ولا تغاعل على الأمر مولينا سنشوفوا هذه اللحمة خاصة عندما يتعلق الأمر بكأس إفريقيا ولا كل فريق يدافع على ألوانه قلت لك هذا الجيل هذا التعاقصة بعد ظهور لزيلت رهد ومالي ولو حرب بينهم خرجوا من نطق كرة القدم هاو المشكلة هاو المشكلة وينسوا كلمة تروح رياضية وخوة في الأخير مجرد لعبة في 90 دقيقة لا أكثر ولا أقل إن شاء الله برك الناس تتكاك برك جاينا شهر رمضان رأنا في أيام مباركة الناس يتعقلوا وخلونا مشحنات الزيدة لما راح تفيد لحتى حاجة رأنا نشوف وشو صاري بين أنصار عدد كبير من الفرق الجزائرية خرجوا من يطاق كرة القدم ولأننا رأنا جبل يا ربي رأنا مسلمين ونخافوا ربي ونخافوا الأمور هادوما نتقوا الله في نفسنا ومن عرضوش أرواح الناس للخطر كامل والله يا سامير أتألم لأي نادي جزائري في منافسة قرية مش هاتش أعلام تأندية جزائرية وأيضا نتمنى حتى من شباب رجداد وأنصار إتحد الجزائر تكون أعلام الجزائرية هذا أمر أيضا لاحظتوا في أدد المرات مش هادوش أعلام الجزائر في مباراة المحل القرية والإفريقيح تاختي معك هذا الجزائر ولو أنا في الصور اللي درتها كما شفنا أعلام الجزائرية سوف يتجور بليزير كما قال مونير يعني كافانا من احتقان هذا ولازم تطبيق القانون كمال أو كأن الناس كي دي باسي ليميت بسكو كان تحريض كان عنف لراه يخرج من المشاكل الانتماء إلى فريق حاجة مليح ولكن احترام المنافس حاجة غراثة ويبقى شعار المتاق الأولمبي واللجنة الأولمبية أنت صديقي ولا استعدوي أنت في آخر المطاف منافسي أو أنت منافسي ولا استعدوي أنت منافس في إطار الرياضة أما أن تصبح العدوة بين الأرجمة الرياضية فهذا أمر مرفوض دلتا قبل جزء الثالث للحديث عن البطولة الوطنية مولودية الجزائر رائدا بامتياز كبير دلتا قبل جزء الثالث